الندوة الدولية في موضوع العنف في الوسطى المدرسي المعارف والسياسات والممارسات والمنظمة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة اليونيساف قاربت الموضوع من زوايا مختلفة وحددت جملة من الإجراءات الضرورية والمتمثلة في دمج موضوع مكافحة العنف في المدارس كمحور أساسي في عملية إصلاح النظام التعليمي مع الدعوة إلى وضع أنظمة المراقبة وتعزيز الإجراءات التأذيبية أولاً هناك بعض الأرقام المقلقة جداً ومخيفة كذلك ونتمنى أن لا تتكرر مثلاً؟ بمعنى أن ما يناهز 13% من تلميذات خاصة لا يستطيعنا استكمال دراستهم إصلاح نظام التعليم يتطلب التزاماً نتابتاً ومشاركة لجميع الفاعلين كما أن انخراط المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كقوة اقتراحية عمل أساسي للنهوض بهذا القطع من خلال تفعيل وظائف الرصد والتحليل المدرسة باعتبارها فضاء للتعلم قد تتحول أحياناً إلى مكان يشهد ممارسة للعنف كما أن الطريقة التي يتم التعاطبها مع هذه الآفة الاجتماعية هي التي تحدث الفرق في الواقع بالنظر إلى آثارها الآنية على الصحة العقلية والنفسية لأطراف العملية التعلمية ممثلين في المتعلم والمدرس والأطور الإدارية ناهيك عن آثارها بعيدة المدى على مستقبل الأطفال ضحايا العنف وترم هذه الندوة على الخصوص تحديد وتوتيق المبادرات والممارسات الجيدة التعليمية التي تعزز العنف من منظور مقارن ومتعدد التخصصات ترجمة نانسي قنقر